السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزراعة حذر من منتج توابل الدجاج المتواجد في الأسواق نشرة الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس السبت بشأن حذر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج جميع أنواع المهبوزات والمعجنات المختلفة لاحتوائها على مواد مصرطنة من جانبه قال محمد فتحي سالم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات هذه المادة كانت استخدم في العالم بأجمعه إنه في سنة 1990 قامت اليابان بحظر منع دخول برومات البوتاسيوم في صناعة المهبوزات بشكل عام وبعدها سنة 1993 قامت منظمة الصحة العالمية بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المهبوزات لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستات والجهاز الغضني وقال أن مادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدقائج التي تستخدم في المنازل تحتوي على برومات البوتاسيوم مؤكداً أن مادة برومات البوتاسيوم تعمل على يجعل الخبز زي ما المس نعم وتابع فتح سالم إن مادة برومات البوتاسيوم تعمل على زيادة سرعة تخمير عجين الخبز مؤكداً أن مصر كانت تستخدمها حتى أمس وتم منع استخدامها وتضمن قرار التموين بأن يحذر على أصحاب المخابز السياحية والبلدية ومحال الحلوى استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات كما نصت المادة الثانية من القرار أن من يخالف القرار يعاقب وفقاً لما نصت عليه المادة خمسة من قانون رقم 281 لعام 1994 على أن يتم ضبط المادة وإعدامها إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل باللورات بيضاء أو مسحوق ترجمة نانسي قنقر